الزمالك طبعا احنا مبالح لما قلنا ان فيه مفوضات او فيه كلام او فيه وسطاء بيحاول يقربه وجهات نظر بين الاهل وفتوح مقولتش فتوح بقول بين موكلاء ووسطاء بيحاولوا انه هم بيستغلوا الازمة اللي بيعيشها فتوح مع نادي الزمالك وفتوح عادي انتهي في الموسم الجاي موسم 24 بتتكلم في يونيو الجاي اللي هو سنة الجاية مش السنة دي فالناس على طول بتشتغل على فكرة ان الاهل يبعز فتوح فتوح لعيب كبير جدا وعلي معلول لعيب كبير جدا بس علي معلول تبتتكلف سنة كمان سنتين كمان فلال عايز امتداد فتوح لسه لعيب عنده 25 سنة فلسه مستقبل طويل جدا قدامه الزمالك سمع هذا الكلام على طول بيحاول من خلال برضو وكلاه فتوح انه يمدد التعاقد معاه ويرضيه في الازمة دي حتى انه يدي له مبلغ كبير ويسويه بحمد سيد زيزو اللي انا عايز اقوله لإدارة الزمالك كمان انه صدر عن الإدارة كلام برضو انه من ضمن الاسباب اللي تسببت في رحيل امام عشور مش قصة انه قد ينتهي بعد سنة ونص لانه قلت حتى سنة ونص دي فترة طويلة جدا ده نص عقده يعني اخيان نص مدة العقد كله 3 سنين نص مدة العقد اي عقد بيتجدد يعني بيبقى 3 سنين والسنة ونص يعني معناها نص لمدة العقد لسه بدري جدا تقدر تتفاوض وتعيد وتزيد ده مك سنة ونص نحن الشحاد بعد 3 تشهر عقده يخلص حسين الشحاد بنقول الاهل بيخلص معه وحامض ضيئة والميرجح فلسه بدري بالنسبة للزمالك لكن ادارة الزمالك فصارته اوضحت وقالت انه من ضمن الاسباب انه كان فيه نائب نفتوحه وزيزه في قط اللبس فكان لازم واحد منهم يمشي فمشينا امام يعني ضحينا بامام فهل هذا يجوز يعني يعني هل ده كلام يتقال في الميديا اي قطة لبس بتاعتصار فيها احداث اي اي اتنين يختلفوا مع بعض في قط اللبس او يحصل حتى لو اشتباك نتيجة شيء ما ما بصاش ما لعبش في الفرقة خسرت طرح محد متوتر فبه يحصل ده في الدنيا كلها لكن كل حاجة تظهر للاعلام يعني امام عشور ماشي عشان زيزو مش عايزه في الفريق ايه اللي دخل زيزو كمان في جملة مع امام عشور يعني يعني هل هنا هتتصنع ازمة جديدة بين زيزو وبين امام عشور ما هل يجوز كده امام عشور ماشي الكلام انه حتى في بدأ كلام هتردد ومشتراتها مليون دولار ده فنس بطول اتنين وستمائة الف دولار انا معرفش الحقيقة وفي صورة شفتها لزيدان مع امير مرتضى مع الراجل بتاع ميتلند لو الصورة دي جاهزة نشوفها اه ما انا قلتلكم محمد زيدان اللي دور في الصفقة دي اه الصورة دي برضو يعني انتشرت كده الفترة الاخيرة محمد زيدان انا قلتلكم قبل كده ان هو ليه دور كبير جدا في هذه الصفقة بدأ يتردد ان الصفقة مش تلاتها مليون دولار وقال لك انها اتنين وستمائة الف دولار وان ما فيش نسبة من اعادة البيع وانه اتنين وستمائة الف دولار السمسرة فيها لو عشرة في المية يعني ربع مليون دولار النسبة اللي بياخدها الوكيل يعني وكمان اه بجانب حق المحلة في الرعاية قعدت شوات حاجات كده تظهر قالك يعني ممكن الزمالك تبصت لا مش جايب اتنين مليون دولار في بيع امام عشور سيبك خلص القرار التاخد وامام عشور مشي وامام عشور تباع والقصة خلصت وفيه ازمة اقاف القيد وحواديت وامبرح فوجئنا بالحدوتة الجديدة بتاعت ان الزيزو امام عشور كان متخانئين يعني زيزو لو اتخانئت دلوقتي مع الوين شو واحد منهم يمشي يعني لو حصل ان الشيكابالة تنرفز على الوين شو واحد منهم يمشي ده كلام يعني يذوب المفترض الناس اللي بتدير وان ما المسؤول الإداري موجود ليه المشرف على الكورة او مدير الكورة الناس دي موجودة ليه في الفريق اي فريق الناس دي موجودة ليه موجودة عشان لما تحصل ازمات زي دي تدوب يدوبوها بسرعة مش يبقى مبرر ان احنا ماشينا امام عشور عشان تخانئ مع احمد سيد زيزو طبعا ده كان كلام الحقيقة مفاجئ جدا لما سمعته جدا جدا